آه ده اللي أنا كنت خاف منه خبر دلوقتي لسه كنت بقول لحظاتكم في أول برنامج لوفت هنزا شركة طرال ألمانية قررت أنها تشارك الخطوط الجوية البريطانية في واقف كل رحلتها للقاهرة ولوفت هنزا دي شريان يعني شريان يعني هي المنفس لكل أوروبا لو الخبر ده صح ده نازل على إيه يا ابني نازل على إحدى الجرائد البريطانية أنه خبر عاجل لوفت هنزا تشارك الخطوط الجوية البريطانية في وقف كل الطيارات إلى القاهرة إيه الموضوع؟ موضوع غريب جدا أنا قلت لحضراتكم أنه هذا إجراء حاد موقع آخر هو موقع آخر هو سبوتنيك لوفت هنزا توقف كل طيرانها إلى مصر بسبب احتياطات أمنية أو مخاوف أو مخاوف أمنية لوفت هنزا أنا قلت لحضراتكم ده في الأول لأنهم طبعا بيأخذوا بعض وطبيعي جدا بعد شوية تسمع عن شركات طيران أخرى عارفين أن مصر طيران تستطيع أنه تسد هذه الفجوة لكن آه ده قاهرة 24 برضو بتقول أنه لوفت هنزا لغت رحلاتها إلى القاهرة دون أسباب واضحة ده شيء حد جدا هذه حرب كاملة هذه حرب كاملة شركتين من أكبر شركات أوروبية عندما توقف رحلتها لمصر هذا موقف حد وعنيف جدا بدون أسباب واضحة عندي الورق دخل ويبدو أن الخارجية البريطانية مطلعة تحذير صفر ولكن لسه برضو مش واضح أنا مش هبص فيه غير لما نبص فيه بشكل واضح ولكن الآن الخبر المؤكد أن لوفت هنزا شركة الطيران الألمانية اللي هي أصلا ناس كلها بتركبها وهي مفتاح لعديد من المدر الأوروبية عديد من السفر إلى أمريكا هل يا جماعة واضح في الخبر أن أنا ما قداميش الخبر هي قررت توقف لأدئه الفينانشل تايمز أيضا الخطوط الجوال البريطانية ولوفت هنزا اللي اتنين بيوقفوا الطيران بتاعهم بسبب الأمن هذا الألمان مش عالين مدة هذا أمر مسيق جدا لحركة الطيران والسياحة المصرية احنا في انتظار بيان من سلطات الطيران المدني على هذا الأمر محتاجين نسمع ودي دول المفروض فيها شفافية ايه هي المخاوف من المطار في مصر مطار القاهرة ايه الحكاية يقولولنا ان هم عندهم تهديدات هم إرهابية مش حاجة ليه علاقة بمطار القاهرة هم يكون عندهم مخاوف من المنطقة عندهم مخاوف من ما يحدث في إيران عندهم مخاوف ما انما ايه الحكاية مش قادرين نفهم بالزبط ده خبر لوفت هنزا كانسلت اول فلايتس فروم ميونيخ ان فرانكفورت من ميونيخ وفرانكفورت للقاهرة بعد مخاوف امنية بريطانية تم التعبير عنها هذه الليلة البيان بتاع لوفت هنزا بيقول الآتي انا بترجب لكم على الهواء يعني من يعني يعني من المعروف ان ال الامن وحماية الركاب هو الاولوية الاولى بالنسبة للوفت هنزا ولذلك شركة طيران المنية قررت مؤقتا وقف الطيران للقاهرة اليوم كاجراء احترازي لغاية اما يحدث تقييم اضافي يعني هما بيقولوا انه وقفنا النهاردة و حنشوف الحكاية هذا الامر ده بقية الخبر جاء بعد ما العديد من ركاب طيران البريطاني تم اخبارهم زي ما قلت حضراتكم في بداية البرنامج في هيسرو انه الطيرا مش طلع يا جماعة احنا كان عندنا 23 دولة افريقية غير الدول الاخرى اللي كانت جاية علشان تغطي هذه البطولة كان عندنا جمهور كان عندنا ناس في فنادق كان عندنا رؤساء كان عندنا رؤساء التحدات دولية واقليمية كان عندنا العالم كله كان عندنا وكالات انباء كل دول كانوا متأمنين من خلال مطار القاهرة من خلال مطار اسكندرية من خلال كل المطارات المصرية ولم يحدث حدثة واحدة ولم يحدث شيء ايه الحكاية ايه الموضوع يعني ما خفت منه في بداية الحلقة يحدث الان عدد الصحفيين والالف وثمانمائة صحفي اللي جايين من برا والاجانب كل دول كانوا جايين عليك راجبين جمل انما زي ما قلت لحضراتكم طبعا مفيش خبر على صحيفة اقتصادية او سياسية في العالم لانه خبر حاد يعني اللي بيعمل ده بيعمل اجراء حاد جدا فهو خبر غريب بالنسبة للعالم ان شركة طيران ودي اللي عليها دي بيبقوا يعني مش شركة وطنية يعني مملوكة للدولة قوي ولكن دي بتبقى الشركة اللي شايلها العالم يعني لوفت هنزا هي الشركة الالمانية بيتش ايرويز هي الشركة البريطانية اللي هي الحكومية يعني اللي عليها العالم اير فرانس وتبيعي حنشوف انها ممكن تنضم اليوم بعد ساعة ولا اتنين تحمل العمل العالم الفرنسي كيالام العالم الهولندي ايه الحكاية دومينو غريب